الدرس التاسع عشر النهي عن التخاصم نقرأ الآيات الكريمة والأحاديث النبوية ثم نتأملها ونناقش التساؤلات التي تليها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ريحكم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنف فهو كسفك دمه ما المعنى التي تضمنته كل نص شرعي مما تقدم ما المعنى المشترك بين هذه النصوص الشرعية حرص الإسلام على تكوين مجتمع متعاون تسوده الألفة والمحبة بعيدة عن الاختلاف والفرقة والتنازع لأن الفرقة والتخاصم بين المسلمين تضعف قوتهم وتذهب هيبتهم من نفوس أعدائهم قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من أسباب التخاصم واحد الغضب الغضب مفداح كل شر فهو طريق إلى الإساءة للناس والسخرية منهم وإيذائهم والتطاول عليهم ما يولد البغضاء والشحناء والفرقة بينهم اثنان النميمة تعد النميمة من الأسباب التي تؤدي إلى إفساد العلاقات بين الناس وإشاعة الفتن بينهم قال تعالى هماز مشاء بنميم صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة الأمام ثلاثة الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها فالحسد يسبب الظلم ونشر البغضاء والحقد بين الناس وقد أمرنا الله تعالى أن نستعيذ من الحسد والحاسدين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم أربعة كثرة المزاح تؤدي كثرة المزاح وما يرافقه من سخرية واستهزاء وكذب بقصد إضحاق الآخرين إلى التخاصم بين الناس وأحداث المشكلات بينهم نشاط أذكر أسباب أخرى تؤدي إلى التخاصم بين الناس التنافس على الموارد المادية وطلب الجاه وحب السيطرة الاختلاف في الأفكار والمعتقدات التعصب سوء النية وعدم فهم الطرف الآخر ويظهر التخاصم بين الناس بصور منها القطيعة بينهم خاصة بين الأقارب وذو الأرحام الخلافات التي تحصل بين الناس لأهون الأسباب المشكلات التي تحصل بين الشركاء والجيران والأصدقاء الخلافات التي تنشب بين الزملاء نهى الإسلام عن التخاصم لآثاره السيئة على الفرد والمجتمع فالمتخاصمين لا ينالون رحمة الله تعالى ومغفرته لأنهم أطاعوا الشيطان واستجابوا له والمخاصم يعيش في تعاسة وشقاء ويكون منبوذا في مجتمعه لا يحبه الناس ولا يتعاملون معه والأمة إذا تنازعت تفرقت واختلفت وضعفت وأصبحت لقمة سائغة لكل طامع في ثرواتها وخيراتها لذا يحرص العدو دوما على نشر الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة ويشجع المنازعات والانقسامات حتى يسهل عليه احتلالها حث الإسلام على ضرورة الإصلاح بين المتخاصمين حتى لا يطول أمد الخصومة ووعد الذين يسعون بالإصلاح بين الناس بالثواب الجزيل فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين التقويم السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي واحد واحد من الآتية ليس من أسباب التخاصم العلم اثنان واحدة مما يأتي ليست من الآثار السلبية للتخاصم على الفرد المخاصم ينفق ماله في الخير السؤال الثاني أذكر ثلاثة من أسباب التخاصم بين الناس الغضب النميمة الحسد كثرة المزاح السؤال الثالث هاد دليلا شرعيا ينهي عن التخاصم قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم السؤال الرابع وعدد أثرين للخصومة على الفرد والمجتمع لا ينالون رحمة الله ومغفرته يعيش المتخاصم في شقاء وتعاسع السؤال الخامس أبين صورتين من صور التخاصم بين الناس القطيعة بين الأقارب يعيش المتخاصم في شقاء وتعاسع السؤال السادس أذكر المعنى المستفادي من النصوص الشرعية الآتية ألف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم همازم مشائم بنميم من أسباب التخاصم والنميمة ب قال تعالى ومنشرح حاسد إذا حسد من أسباب التخاصم الحسد جيم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين الدعوة إلى إصلاح ذات البين وفضل ذلك التقويم الواقعي ينهي المعلم كل مظاهر التخاصم بين الطلبة ويراقب التزامهم بأدب الخصومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر